أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئي الوحدة الأولى الغلافة الجي ونستمر في الشرح لمكونات هذه هنا الملوثات الغازية كما ذكرنا ووعدناكم من قبل أن نشرح كل ملوث غازي مصدر ومميزات وآثاره هنا أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون المصدر الاحتلاق قيرة الكاملة اللي يوجدتها أكسد إلى أول أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون بدل من الأكسد الكاملة إلى ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون والمميزات هنا أول أكسيد الكربون هو غاز سام ونشوف إيش سميته في الآثار غاز غيره وثاني أكسيد الكربون غاز غير سام ثاني أكسيد الكربون غاز غير سام نشوف من المميزات أو الآثار هنا يتنافس أول أكسيد الكربون مع الأكسجين يتنافس وين يتحد مع الهوموغليبين الموجود في الدم مكونا كاربوكسي هوموغليبين حارما خلايا الجسم الأكسجين يؤدي إلى موت خلايا الجسم هنا تقوم سمية أول أكسيد الكربون زي ما قلنا ساني أكسيد الكربون هو غير سام ساني أكسيد الكربون غير سام ولكن وجود بكثافة يسبب الاختناق ويساعد الارتفاع درجة الحرارة الكونية أو global warming ومنها ما يؤدي إلى فيضانات وتأسيرات أخرى منها ناتي عن ارتفاع درجة حرارة الأرض الهايدروكربونات مصدرها تتولد نحية الاحتراء غير كامل للوقود أو تكرير البترول أو حرق الغابات فتنتج بعض الهايدروكربونات من الحرائق الموجودة للغابات أو تكرير البترول تنتج عن تحل المركبات العضوية بالعمليات الحيوية أيضا هناك مركبات العضوية تتحلل وأيضا تنتج مركبات الهايدروكربون مميزاتها هي غازات تحتوي على هيدروكين وكربون تحتوي على هيدروكين وكربون فقط يعني كربون وهايدروكين فقط وهنا كمثال غاز الميثين غاز الميثين أحد غازات الاحتباس الحراري غازات الاحتباس الحراري ما يسمى green house gases وهو أكثر كفاءة من ثاني أكسيد الكربون وقبل قلنا وجود ثاني أكسيد الكربون بكسافة غير مستحب لأنه يسبب اختناق ويؤدي إلى global warming في احتباس هنا الميسان أكثر كفاءة أو يحبس بشكل أكبر الأشعة ولكن أقصر عمرا في الجو من ثاني أكسيد الكربون أكاسيد النيتروجين نايتروجين أوكسايد ومصدرها تنتج عن احتراق غير كامل الوقود الخان المستخدم في المصانع والمحطات والمميزات هنا لك ثلاثة أنواع من أكاسيد النيتروجين وهنا رمزنا NOX لأنه الـ X ممكن يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة في أكسيد النيتروجين أول أكسيد النيتروجين اللي هو هنا وساني أكسيد النيتروجين وسالس أكسيد النيتروجين أول أكسيد النيتروجين هو أكثر وفرة موجود في الجو كثيرا وساني أكسيد النيتروجين أحمر بني ولو رائحة نفاذة وسام لو شفنا في الشفق الأحمر أو عند قياب الشمس بترى لون أحمر وهو كثير إنما يكون فيه ملوز بشكل مكسف بترى هذا اللون الأحمر القامع أو البني الماء للأحمرار من آثار هذه الأكسيد النيتروجين نايتروجين أكسيد تسبب كثير من الأمراض التنفسية والرئوية فلذلك إذا كان فيه الناس اللي عندهم ربو أو ضيغ نفس في وجود هذه الملوثات ملوثات النيتروجين يؤثر على صحتهم فينصح أن يبعدوا من الأماكن الملوثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر